كشفت مؤسسة هينلي أندي بارترنز الرائدة عالميا في استشارات الهجرة والمواطنة عن أن إسرائيل خرجت من قائمة الدول العشر الأكثر جذبا للمليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال ذلك للمرة الأولى منذ عقود وجاء ذلك في تقرير نصف الثانوي الذي نشرته المؤسسة والذي وصف هذا الاتجاه بالتحول الكبير الذي يؤكد مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها السرعة إلى تقويد جاذبية بلد ما بالنسبة لأثري العالم والمهاجرين وأضاف التقرير أن الحرب المستمرة لم تحطم سورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب بل هددت أيضا إنجازاتها الاقتصادية